بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أعيني وصحبه وسلام نستكمل مع بعض موضوع التوزيعات المتصلة اللي بدأنا بالتوزيع الطبيعي وحنشوف مع بعض بالوقت بعد أن نقوم بتحويل المتغير العشوائي X إلى متغير طبيعي قياسي Z كيفية البحث في الجدول الجدول التوزيع الطبيعي القياسي عن المتغير العشوائي أو عن قيمة الاحتمال المقابلة لقيمة المتغير العشوائي Z أولا بنبدأ بالنظر إلى الرسم أو الشكل البياني الموجود بيقولي إذا كان عندي متغير عشوائي طبيعي قياسي Z فإن المساحة المحصورة والموجودة في الجدول اللي بالشكل الأمامي هذا بيتراوح ما بين صفر وZ الجدول لا يعطي إلا قيمة موجبة وبالتالي الجدول لن يعطي إلا القيم ناحية اليمين إلى أنه لازم أفتكر كويس أنه التوزيع متماسل حول الصفر أي أن 50% أو نصف ناحية اليمين ونصف ناحية اليسار والتوزيع متماسل حول الصفر فإذا أردنا إيجاد قيمة ناحية اليسار نوجدها بالتماسل أو باستخدام خاصية التماسل ناحية اليمين المساحة بالكامل ناحية اليمين تساوي نصف المساحة المحصورة بين الصفر وبين Z أو قيمة Z هي التي يعطيها الجدول فمثلا إذا أردنا إيجاد القيمة 1.25% الجدول مقسم رأسيا إلى قيم عشرية مقسم رأسي هنا في العمود الأول إلى قيم عشرية بينما مقسم أفقيا هنا إلى قيم ماءوية فإذا أردنا البحث عن القيمة أو قيمة الاحتمال المقابلة لزد 1.25% نأخذ الرقم الصحيح ورقم عشر واحد واحد واثنين من عشر ننزل حتى نصل إلى الصف اللي موجود فيه واحد واثنين من عشر ثم نسير أفقيا حتى نصل إلى أسفل خمسة من مية هكذا فنجد أن احتمال Z أقل من 1.25% هي المساحة المحصورة من صفر حتى واحد وخمسة وعشرين من مية هتساوي 0.3944 مثال آخر إذا أردنا إيجاد القيمة الاحتمالية ما بين الصفر وبين القيمة Z بتساوي 0.57 أو 0.57 من مية هؤلاء دي تتكلموا هنوصل للقيمة 0.5 هذي 0.5 ثم نبحث أسفل 7 من مية في صف 0.5 عمود 7 من مية نجد أن القيمة بتساوي أو القيمة الاحتمالية 0.2157 ملاحظات على الجدول القيمة الاحتمالية أمام الصفر بتساوي صفر طبعا أقل قيمة موب بيبتدي بها الجدول هي الصفر زي ما قلنا هناك قيم موجبة فقط لا توجد قيم سالبة القيم السالبة بنحصل عليها بإيجاد التماثل أو باستخدام خاصية التماثل لو نظرنا إلى أكبر قيمة موجودة عندي في الجدول هي القيمة أربعة وأمامها احتمال بيساوي 0.4999 أي ما يساوي تقريبا نص عشان كده لما كنا بنتحدث عن طرفي التوزيع قلنا النيابة تمتد من سالب أربعة إلى موجب أربعة من صفر إلى أربعة موجود عندي نص وبالتماسل من صفر إلى سالب أربعة نص فيما المساحة المحصولة تحت الممحنة تساوي الواحد الصحيح هناخد مثال أو مراحزات على أشكال التوزيع الطبيعي القياسي زي ما قلنا المساحة المزللة هي المساحة التي يعطيها جدول التوزيع الطبيعي القياسي من صفر حتى قيمة موجبة طيب إذا كان المطلوب عندي في التمرين المساحة المزللة أقل من زد بالكامل من زد إلى سالب ما لا نهاية أو إلى سالب أربعة على اعتبار أن حدود التوزيع من سالب أربعة إلى منجب أربعة في هذه الحالة نحن عارفين أن التوزيع متماثل حول الصفر فحنأخذ ناحية اليسار القيمة الاحتمالية بالكامل اللي هي نص ثم نأتي من الجدول بالقيمة المحصورة بين صفر وقيمة زد الموجبة إذا كان المطلوب المساحة أكبر من قيمة زد الموجودة عندي في الرسم طبعا كلنا عارفين أن التوزيع متماثل حول الصفر إذن المساحة ناحية اليمين بالكامل تساوي نصف ثم نطرح منها المساحة غير المرغوب فيها الغير مظللة هذه بين الصفر والزد ونأتي بها من الجدول نطرح من النصف إذا كان المطلوب المساحة المحصورة ما بين زد واحد وزد اثنين سنأتي بالمساحة المحصورة ما بين صفر وزد اثنين ونجمع عليها المساحة المحصورة بين صفر وزد واحد اللي هتكون قيمة قيمة سالبة هنوجدها باستخدام خاصية التماسل ناحية اليمين ما بين صفر ونفس القيمة زد واحد الموجبة نجمع المساحة اللي قتنا بها من الجدول ما بين صفر وزد اثنين وصفر وزد واحد مثال إذا كانت عمر البطاريات تتبع توزيع طبيعي متوسط ميو بيساوي ثمانين وانحراف معياري سجما بتساوي عشرة فإذا تم اختيار البطارية عشوائيا فحسب احتمال أن يزيد عمر البطارية عن ثمانين ساعة أن يقل عن خمسة وستين أن يزيد عن مية وخمسة وهكذا سردنا السبع أشياء هذه المطلوبة في هذا المثال من أجل إيجاد كل الاحتمالات الممكنة لأن تزيد عمر البطارية أو تقل عن قيمة معينة الاحتمال الأول المطلوب أن يزيد عمر البطارية عن ثمانين ساعة احتمال أنه الاكس أكبر من أو تساوي ثمانين حنحول الاكس إلى ز ونحول الثمانين عن طريق طرح المتوسط الحسابي إحنا عارفين أنه اكس كي تحول إلى ز هنطرح من الاكس الميو ونقسم على الانحراف المعياري سجما ثمانين ناقص ثمانين بالقسم على الانحراف المعياري سجما على عشرة حنلاقي أنه الناتج بيساوي صفر يبقى عايزين نجيب احتمال أنه ز أكبر من أو تساوي صفر باستخدام خاصية التماثل متماثلة حول الصفر أي أن الاحتمال يساوي نص احتمال أن يقل عمر البطارية عن 65 ساعة احتمال أنه اكس أقل من 65 اكس تحول إلى ز 65 يطرح منها المتوسط ويقسم على انحراف المعياري الناتج سالب واحد ونص سالب واحد ونص أي المطلوب إيجاد المساحة من سالب واحد ونص إلى سالب مال نهاية هذه المساحة لا يعطيها الجدول يمكن إيجاد المساحة من واحد ونص إلى موجب مال نهاية وهي المساحة المماثلة بس ناحية اليمين هنوجد المساحة بالكامل اللي هي نص ناحية اليمين واطرح منها القيمة من الجدول من صف حتى واحد ونص هتساوي 0.4332 ويكون عندي الناتج هنا 0.0668 المطلوب رقم 3 احتمال أن يزيد عمر البطارية عن 105 ساعة احتمال أنه اكبر من أو تساوي 105 بنترح الوسط ونقسم على الحراف المعياري أي المطلوب احتمال النيكس تزيد عن 2 ونص كما فعلنا في المثال السابق هنوجد النص بالكامل على يمين الصف ونطرح منها المساحة من صفر حتى 2 ونص هتكون عندي الناتج نص ناقص 0.4938 ويكون الناتج بالشكل ده 0.0062 الاحتمال الرابع أن يقل العمر عن 95 ساعة 95 ساعة ايوة اكس اقل من أو تساوي 95 هنحول الـ نطرح الوسط نقسم على الانحراف المعياري اي المطلوب اكس اقل من 1 ونص المساحة المحصورة من صفر الواحد ونص نأتي بها من الجدول ثم نجمعها على النص زي ما احنا عارفين باستخدام خاصية التماسل اشتركوا في القناة